من بعث التقصي الحقائق لزيارة مدينة دومة والتحقيق في الادعاءات المتعلقة بحادثة الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية فيها والوقوف على الحقائق المتعلقة بهذه المزاعم الأمر الذي كنت قد أعلمتكم به أمس في هذا المجلس إن الجمهورية العربية السورية إذ ترحب بزيارة فريق تقصي الحقائق فإنها تؤكد حرصها على التعاون الكامل وتقديم كافة أوجه المساعدة اللازمة لقيام هذه البعثة بعملها ولضمان سلامة أعضاء فريقها بما في ذلك تسهيل إجراء المقابلات وأخذ عينات وفقاً لوثيقة الشروط المرجعية وتتطلع سوريا إلى أن تقوم البعثة بعملها بشفافية وحرفية كاملتين والاعتماد على أدلة ملموسة ذات مصداقية وعندما ستصل بعث التقصي الحقائق إذا وصلت بإذن الله ستجد دومة محررة وستصل إلى أي مكان تريده أيها السادة إن الصورة واضحة تماماً في ضوء ما ذكرته فمقدمون مشروع القرار الأمريكي لا يسعون وراء إجلال الحقيقة لأنها بكل بساطة ستدينهم مع وكلائهم الأرهابيين على الأرض إذ بدلاً من انتظار زيارة بعث التقصي الحقائق التابعة لمنظمة حضر الأسلحة الكيميائية ومعرفة فيما إذا جرى فعلاً استخدام للمواد الكيميائية السامة في دومة نراهم يدفعون بمشاريع قرارات غير توافقية لا تهدف إلى توضيح الحقيقة وإنما لإنشاء آليات غير موضوعية تخرج بنتائج مسبقة تؤيد أجنداتهم واتهاماتهم السياسية مع إدراكهم المسبق بأن إعادة استنساخ تجربة ما كان يعرف بآلية التحقيق المشتركة لن يكون مقبولاً من قبل الدول التي تسعى فعلاً داخل هذا المجلس إلى الوصول لحقيقة من يستخدم المواد الكيميائية السامة ضد المدنيين السوريين في هذا السياق فإنني أؤكد على حقيقة أن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا هم من أفشلوا ما كان يعرف بآلية التحقيق المشتركة وهم من أسقطها نتيجة إصرارهم على تسييس عملها وممارستهم الضغط والابتزاز على قياداتها التي تخلت عن منهجية العمل والمصداقية والحرفية فأصدرت تقارير مفبركة تتهم الحكومة السورية استناداً إلى ما يسمى بمصادر مفتوحة من بينها طبعاً الخوزات البيضاء وشهادات مزورة وأدلة مفبركة وردت وترد في معظمها من مجموعات إرهابية في مقدمتها تنظيم جبهة النصرى الأرهابي وذراعه التضليل الإعلامي البريطاني المنشأ الخوزات البيضاء السيد الرئيس إن ما نشهده اليوم في هذا المجلس هو سيناريو مشابه لما حصل قبل عام تماماً عندما قامت الولايات المتحدة الأمريكية بشن عدوان غاشم على قاعدة الشعيرات الجوية بناء على حجج واهية وذرائع مفبركة عن استخدام الجيش العربي السوري للسلاح الكيماوي في خانشيخون وهي كلها ثبت زيفها عندما منعت الولايات المتحدة وحلفاؤها خبراء آلية التحقيق من زيارة خانشيخون ومنعت خبراء الآلية من أخذ عينات من القاعدة العسكرية المذكورة إن الصورة واضحة أيها السادة فالنهج العدواني للولايات المتحدة الأمريكية وشركاؤها بقي قائماً عبر التاريخ على التضليل والكذب والهيمنة وعلى قانون القوة إن هذا النهج بطبيعته الوحشية لم ولن يحترم في يوم من الأيام قوة القانون وهو لم ولن يقيم وزناً أو اعتباراً للشرعية الدولية وما تشهده بلاد سوريا منذ سبع سنوات وحتى الآن هو مثال صارخ على استمرار شهية تكرار الأكاذيب والتضليل والقصص الملفقة التي كانت مارستها الولايات المتحدة وبريطانيا في هذه القاعة لتدمير العراق واحتلاله تحت ذريعة كذبة كبرى هي ما يسمى بأسلحة الدمار الشامل العراقية وأجد نفسي مضطراً كل مرة لأذكركم بموقف وزير الخارجي الأمريكي الأسبق كولين باول حين جلس في هذه القاعة وكنت أنا نفسي موجوداً في هذه القاعة وجالساً مكان زميلي نائب المندوب الصيني حين جلس كولين باول في هذه القاعة ليعرض أشريطة مسجلة ووثائق وخرائط وصور تبين لاحقاً أنها من إنتاج وتزوير وفبركة أجهزة الاستخبارات الأمريكية لخدمة أجندة غزو العراق المعدى مسبقاً في ذلك الحين ثم تكرر المشهد مع ليبيا ولتنتبه معي أيها الزملاء إلى حقيقة مريرة بطبيعتها فعالمنا هذا شهد عبر قرون طويلة عهوداً متكررة من الاستعمار والهيمنة كانت أهدافها احتلال أراضٍ أو سرقة ثروات شعوب أو فرض أجندات جيوسياسية أما اليوم أما اليوم فقد وصل السقوط السياسي الأخلاقي بهذه الدول إلى درجة تدمير دولة مثل ليبيا وقتل شعبها بهدف التغطية على قضية رشوة وفساد مالي تورط فيها رئيس دولة دائمة العضوية في هذا المجلس تتشدق بقيم الدموقراطية والحرية وإلى درجة أن تفرض دولة دائمة العضوية على دول نفطية عربية للأسف أن تسدد فواتير استمرار عدوانها وتدخلها العسكري في بلاد سوريا وهي علاقة لا يمكن وصفها إلا بأنها علاقة بين فاسد يملك المال وبين مرتزق يملك السلاح والقوة إلى أن وصل الأمر اليوم لأن تسعى دول دائمة العضوية لشن عدوان على دول ذات سيادة فقط للتغطية على أزمات حكوماتها الداخلية وصراع النخب السياسية فيها سيد الرئيس إننا نؤمن في سوريا بعد سبع سنوات من حرب إرهابية قذرة شنت وفردت علينا نؤمن بأن الخيارات واضحة وهي في نفس الوقت تشكل تحديا كبيرا مفروضا على عاتق السواد الأعظم داخل هذا المجلس كي يقف في وجه هذا التضليل والكذب وفي مواجهة هذا السقوط السياسي الذي تحاول الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا جرى مجلس الأمن في اتجاهه القرار لكم اليوم أيها السادة اليوم وفي المستقبل وتأكدوا أن الرأي العام العالمي وشعوبكم وشعوب العالم الحرة ستكون هي الحكم على ممارستكم لمسؤولياتكم في الانتصار للشرعية الدولية وفي صون السلم والأمن الدوليين بل وفي حماية العالم بأسره من إرهاب أسود تستثمره الدول الثلاث دائمة العضوية لتقويض استقرار الدول وتقرير مصائر شعوبها أدعوكم أيها السادة إلى خيار الانتصار لنظام سياسي عالمي أخلاقي متعدد الأقطاب يؤمن بالقانون الدولي وبحق الدول والشعوب في تقرير مستقبلها وبرفض سياسة الهيمنة العسكرية والسياسية والاقتصادية ختاما السيد الرئيس إن بلادي إذ تجدد إدانتها الشديدة لأي استخدام للأسلحة الكيميائية من قبل أي كان وتحت أي ظرف وفي أي مكان كان فإنها تؤكد حرصها الكامل على التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لكشف حقيقة الإدعاءات والأراجيف التي تقوم بالترويج لها بعض الأطراف الغربية وذلك لتبرير نواياها العدوانية خدمة لأهدافها السياسية إن أساطيلهم موجودة الآن شرق البحر المتوسط وهم يعرفون أنهم كانوا يقصدون من هذه الجلسة الحصول على الفيتو لكي يبدأوا عدوانهم أقول لهذه الأطراف الغربية وليسمعوني جيدا إن تهديدكم بالعدوان ومناوراتكم وتضليلكم وكذبكم وإرهابكم لن يحيدنا كدولة مؤسسة لهذه المنظمة الدولية عن ممارسة واجبنا وحقنا بموجب الميثاق وبموجب دستورنا الوطني في الحفاظ على سيادة بلدنا ووحدة أراضينا وفي صد أي عدوان مهما كان مصدره ولن نسمح لأحد كبيراً كان أو صغيراً دائماً عضوية أو غير داعم العضوية أن يكرر فينا ما فعلوه بالعراق وبيلبيا شكراً سيد الرئيس apresentante de la república árabe siria por su declaración no hay más oradores inscritos en la lista se levanta la sesión شكرا شكرا